وزير المالية والميزانية طهر حامد انجلينغ برفقة مساعديه قاموا بزيارة ميدانية لمشروع مبنى الخزين لأمل الدولة الذي أشرفت على بنائه مجموعة المنع وقد أطلق مشروع هذا البناء منذ عام 2014 لكن بسبب الأزمة الاقتصادية توقف عمل المشروع لفترة طويلة من الزمن وبعد استئنافه وصل بناء عمل المشروع إلى أكثر من 88% وفي بداية الزيارة توقف الوزير إلى مقطط البناء وقدم له محندس المشروع عبدالله جونومع شروحات مفصلة عن مشروع بناء القزين الأم للدولة المكون من أشر طوابق يضم 133 متبا وأكد المحندس للوزير إن عملية البناء شارفة على الانتهاء وعاطى الوزير طاهر حامد انجلينغ مهلة أقصاها شحر ونصر لإكمال الترتيبات الفنية المتبقية والباتمار كل أخر بلان أخر ده كل صوبات واحدين مننا واحدين مننا الانتروبريز نقولوا واحدين كمان مننا المشاكلات الصوبات الإيكونامية هنانا اللقاء لزاني دوميسيس هذا ويشار إلى أن بناء مقر القزين الأم للدولة يطابق المواصفات والمعايير الدولية مما يسحل لمجريات الأمل به اشتركوا في القناة